موسيقى في أحضان الطبيعة الخلابة وعلى أكف الجبال الراسخة موعد انطلاق الجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق الفورميلة في مدينة ريبادورو البرتغالية طموحات فريق أبو ظبي للفورميلة تجمدت في عنق الزجاجة وحامل لقب بطولة العالم لزوارق الفورميلة في مأزق رابع جولات البطولة تطل علينا ولا يزال زورق أبو ظبي واحد بقيادة راشد الجمزي في المركز الثامن في الترتيب العام للبطولة ثلاث جولات مضت من البطولة لم يجني منها سوى 12 نقطة وهي نقاط لا تسمن ولا تغني من فوز ولا تعطي الأمل في أن ينافس فريق أبو ظبي على اللقب العام للبطولة ويدافع عن لقبه الذي حققه في موسم 2017 ترى هل ينجح الفريق في العودة مرة أخرى لمشهد الصدارة أم تختفي أحلامه في بحيرة ريبادورو ويودع البطولة قبل الجولة الختامية أتوقع هذه الجولة هي بتكونوا في طرق الطرق يا أن نتقدم الأمام والنافس على هذه البطولة أو بتكون خسارة وطوي صفحة هذه البطولة فأتوقع لنا النقاط كلها متقارمة ممكن للي فارق المركز الأول لكن يا أن نلحق بالصدارة ونتقرب إليه أما البتاعات فهذا أتوقع بيكون مع بداية البطولة بنعرف شو المجريات حطت قافلة الزوارق رحالها بعيدا عن ضوضاء المدن وصخب الحياة الحديثة ريبادورو هي ريف جبلي حيث تزيح هموم وأعباء الحياة عن كتفيك وتستمتع بصفاء الجو والقلوب نحن 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 ريبادورو لليه مهم جدًا لنحن نحن 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 إنه مهم جدًا جدًا لأنه هناك 28 مدن من 15 مدنين من 4 مدنين إنه مهم جدًا للمشاهدة إنه مهم جدًا للمشاهدة بالنفس، أستطيع حفيدًا للمنحن نحن مهم جدًا إلى مجتمع لفصيب اليحaki الد厦ي لأنه لم Quando용 في write Love 2 يهتم بم enterprises يخبرن دmpستخدم قدام بالنزل أهم المهم جدًا والأعظام والأحتراح المطلوب هو تっちن Sonic هذا ليس في شعmonary دعون ها وأنني أعتقد أنه محافظة والإعداد ومغادرة موقع السباق مبكرا الحرارة العالية لم تمنع فريق أبو ظبي من إعداد زورقه البديل لراشد القمزي والعمل على تجهيزه تحت الشمس اللافعة والله طبعا هم تغرب أن الجو هذا ما يناسبهم إنهم تعودين عليهم بكون طبيعتنا هناك في بلادنا لكن درد حرارة الماء بالعكس بالعكس بمناسبة للزوارغ وخاصة للمنكاين عادي بحيث أنه درد الحرارة الماء ما تكون حارة درد البرودة الماء تكون لها أثر إيجابي للمنكاين في تعطي سرعات وتعطي قرايات صح طبعا رفض قمزي حصل على بطوط العالم في الزوارغ الأخضر اللي بيشارك فيه اليوم حيث أنه سباق تونزبرغ صار لحادث وتعطل طبعا صعب إنهم يداركون يصلحون نفس الزوارغ اللي شارك فيه بداية الموسم هذا لجأنا الزوارغ الأخضر الحمد لله رب العالمين العام حصل على بطوط العالم في نفس الزوارغ واليوم بيشارك فيه أو في هذا السباق بيشارك فيه وإن شاء الله الله يوفقه ووفق بعد راشد الطاير اللي هو طبعا في المركز الرابع حاليا تحديل زورق أبو ظبي واحد وإعداده استغرق وقتا أطول مما هو متوقع رحلة الذهاب والإياب بالزورق من خيمة الفريق وإلى المياه تكررت كثيرا والاستعانة بتجهيز الزورق من الناحية الإلكترونية مهمة أيضا قبل بدء تفاصيل الجولة بالطبع الإعداد كان أيضا لزورق أبو ظبي 35 والذي كان جاهزا بشكل أفضل من زورق أبو ظبي واحد التجهيز لم يكن للزوارق فقط اجتماع سريع عقده مدرب الفريق جيدو كابليني مع المتسابقين داخل غرفة عمليات الفريق وبعيدا عن الأعين المدرب لديه إصرار قوي على تطبيق خطة واستراتيجية مهمة في هذه الجولة تنعش الآمال في العودة وبقوة للمنافسة على الصدارة وفي النهاية اتسعت عيون الشمس أكثر لتجعل الموقع يخلو تماما من أي بشري في هذا اليوم درجة الحرارة التي وصلت إلى 32 درجة أنهت أحداث اليوم التحضري مبكرا وغدا يوم آخر بداية اليوم الثاني جاءت مغايرة عن بقية الجولات وعلى العكس الاحتفال والاحتفاء بالفرق في الصباح الباكر كان هو المفتاح الذي أشعل منافساتي هذا اليوم بداية لطيفة عكست اهتمام القائمين على الجولة بالحرص على الترحيب بالضيوف وبطريقتهم الخاصة رقصات خفيفة وسينفونية صافحة الآذان قبل أن تصافح الأياد بترحيب المدينة وحضور كل المتسابقين لرفع أعلام 15 دولة مشاركة و28 زورقا ولقب واحد سيكون هو هدف كل المشاركين في هذه الجولة انتهت ترفيه والجد بدأ بالاجتماع التنويري المعتاد في كل جولة قبل سباق الزمن الأفضل تقسيم المتسابقين إلى مجموعتين من خلال التجارب الحرة وشرح تفاصيل يعلمها كل المشاركين منافسات السرعة تنقسم إلى ثلاث مجموعات في التصفية الأولى وعشرون دقيقة لكل مجموعة ثم التصفية الثانية والتي يتأهل إليها عشرون زورقا ومدتها خمسة عشر دقيقة ولاحقا التصفية الثالثة والختامية يتأهل إليها عشرة زوارق وتفصح عن بطل السرعة ومن سينططي مقدمة الانطلاق في السباق الرئيسي كثرة عدد المشاركين هذه المرة جعلت مشرف عام السباق جوردين سيردنرلاند يفصح عن خطته للمنافسة نعم، 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 تفصح عن خطة مجموعة لذا سيكون لدينا 15 منطقة في القطة وذلك من القطة الثانية سيكون في القطة الثاني لحضورة للقطة القطة يكون مبتدئًا في كل مرة ونحن نديهم أيضاً للجميع هنا والذي هم هنا في مرة أول عام وهذا كنت جيداً وشيطة ومع ذلك الى بعض المتعاملات في القطة يبدو أنه سيكون لغير جائدًا لجميع الأنهار لذلك نحن نفقد بحاجة أنه في حالة المدرات توجه الجميع نحو الزوارق لبدء التجارب الحرة والتي ستكون عبارة عن مساحة مهمة لتجربة الزوارق والإعدادات المختلفة رأي المتسابقة السويدية بيمبا حول ذلك نسمعه معا هدير الزوارق ارتفع عاليا مع بدء التجارب الحرة المجموعة الأولى بدأت بأربعة عشر زورقا هنا تفوق زورق أبو ظبي واحد وحقق الزمن الأفضل واعتلى هرم الترتيب وكانت الابتسامة للراديومان دليلا على جاهزية الزورق للتصفيات لاحقا انطلقت المجموعة الثانية للزوارق في التجارب الحرة والجميع يركز على التجهيز أكثر من السرعة فالمساحة هنا مخصصة للوصول للإعداد الأفضل للسرعة الأعلى فالسرعة ستأتي لاحقا في تصفياتها الخاصة نعم، هناك الكثير من الإلكترونيات في هذه الأفضل وكثير من السرعة لذلك لدينا مجموعة التجارب المجموعة ونستخدمنا التجارب المجموعة من المجموعة من المجموعة لتحصل على مجموعة ما يحدث وحقًا لدينا مجموعة السرعة في التجارب لذلك الآن نحن نعود مع نهاية التجارب لم يكن هناك مساحة زمنية كبيرة قبل انطلاق السرعة وإعلان أسماء كل من المجموعة الثلاث والتي اعتمدها مشرف السباق على ضوء نتائج التجارب الحرة صدمة غير متوقعة لمتسابقي أبوظبي الجمز والطاير معا في المجموعة الأولى ومعهم متصدر البطولة ألبيرتو كيمبراتو وصاحب الأرض دوارتي بنافتي خبر جذب كيمبراتو لخيمة أبوظبي وحديث مع الجمز الصغير عن الصدام القوي للأبطال في المجموعة الأولى خمسة فقط سيتأهلون من هذه المجموعة الحديدية للتصفيات الثانية ترجمة نانسي قنقر الزوارق هبطت إلى المياه وبدأت التصفيات بالفعل ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة للخيم مسرعا مغادرا موقعه الرئيسي عاد بسرعة مع جهاز اخر كلا هناك امر غير مطمئن قام الظاهر باستبدال سماعته وجهازه مع احد اعضاء الفريق قبل ان ينزع الجهاز تماما ويتحدث في الراديو بدون سماعات امر صعب ولكن يبدو ان هناك تداخل في السماعات مع اخرى منعه من التركيز على سطح الماء كانت النتائج مطمئنة زورق ابو ظبي واحد هو الاول في مجموعته زورق ابو ظبي خمسة وثلاثين افلط ايضا وحل في المركز الخامس تأهلت خمسة زوارق من المجموعة الاولى مرت المجموعة الثانية والثالثة بشكل سريع في تصفياتها كي يكتمل عقد المتأهلين للمجموعة الثانية خمسة عشر زورقا دقائق معدودة من الانتظار انطلقت بعدها التصفية الثانية ومنذ البداية يحسم الجمز الصغير مسألة تأهله باحراز افضل زمن في هذه المجموعة زورق ابو ظبي خمسة وثلاثين كان يقاتل للوصول لزمن يؤهله للمرحلة الثانية ولكن الثواني الاخيرة من التصفية ارسلته الى المركز الحادي عشر كي ينتزع قفاز التحدي في هذه التصفية ويترك الزمام لزورق ابو ظبي واحد الذي تأهل للتصفية الاخيرة والحاسمة عشر زوارق ستصنع المستحيل في هذه التصفية للوصول الى الزمن الافضل كل زورق ينطلق على حداء مركز الجمز الصغير جعله اخر المنطلقين يراقب الجمز عن كثب تجارب الجميع وكل مركز يحاققونه ثم ينطلق بسرعة نحو زورقه مع اقتراب دوره في التصفية هنا كابليني مدرب الفريق يصدر توجيهات غريبة للمتسابق فقط قم بدورة واحدة كما خططنا معاً انطلق الجمز في الدورة الاولى بالفعل لم تكن مجرد انطلاق في المسار او دورة سريعة بل صاروخ بحري فجر في دورة واحدة كل الارقام وكسر جميع الازمينة 43 ثانية فاصل صفر ثمانية زمن تجاوز به كل المنافسين ووضع نفسه على عرش الزمن وليكون اول المنطلقي اشتركوا في القناة ها هو الجمز فرح بالفوز ويحتفل مع زملائه في الفريق بسعادة لا حدود لها اليوم الصبح اول ما اندخلنا التجارب حسيت اني مرتاح وخلصت المركز الاول في التجارب وعقب لكيو كيوان ينقسم لثات اقسام خلصت بعد الاول والكيو تو بعد خلصت الاول والحمد لله الله وفقني في اخر كيو حصلت على المركز الاول وان شاء الله الله يوفقني في السباق بوشر غيرت المروحة على اخر لحظة كان باقي اخر طراد وعقبه ندخل فالمدرب قال لي جرب ها المروحة جربتها وكل شي كان الحمد لله من لفة وحدة يبت الوقت وطلعت بره بوشر ان شاء الله اني انطلق عدلة واتصدر السباق رغم ان ما عندي نغاطل لتسع بس الحمد لله انقدر نلحق على الثالث والثاني الحمد لله ترى ماذا كان سر الدورة الوحيدة التي نصح بها كاباليني تلميذه قبل التصفية الاخيرة الحمد للصفية نتائج الزمن أفرزت عن حلول صاحب الأرض والجمهور البرتغالي دوارتي بنافتي على زورقه 45 على المركز الثاني بـ 44.68 ثانية ولكن يبدو أن بنافتي غيور بعض الشيء لعدم نيل المركز الأول على أرضه المركز الثالث كان لمصطحة الليتواني أديغراس ريابكو على زورقه 41 حقق زمنا وقدره 44.59 ثانية نعم نعم صعب وقدروا نصح مضع ريابكو ولكن في الدوري أعتقد أنني ربط المركز الثاني ولكن في الدنيك سأفرأ من الموقع وقدر رشيد كانت ضخول الشيء هو الفائل المجموعة لذلك أعتقد أنه لدي جيداً أي قائمة ومعني جيداً لذلك ليس للمسائل في الطابع ومعني جيداً لكاديه لذلك أشهده لذلك لأهتمام الموضوع لديه حسن القيام لديه واحد أخرى من المنطقة يكون لديه مفجرة ليس لديه مفجرة لديه مفجرة لذلك مفجرة لذلك المنطقة كانت مفجرة على المنطقة لتراه بحيرة ريبادور أفصحت عن أصحاب المراكز الأولى في السرعة وأعطت الجميع الضوء الأخضر كي يختتم هذا اليوم صورة للذكرى وتجمع المتسابقين كان مفتاح بداية اليوم الختامي وإعلان بدء منافسات آخر محطات الجولة الجميع يستعد ويتأهب لانطلاقة السباق الرئيسي تجارب حرة سريعة أقيمت في الصباح الباكر واطمئنان سريع من الجميع للمستوى والجاهزية قبل انطلاق السباق الرئيسي موسيقى 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 كما أبدا كما كتابت في يوم القامل في العثوري هذه الأخرى أصبحت أمي 6 سنة وكان جعلت كثيراً لكيذهب ومثلت أمي امي أمي السنوات وعراء أجب أن أمي كل هذا هو موضوع لك لقد تحاولت كثيراً مليومي في أجل قليل من الأجل المقاليين في الـ 3 وعراء لو أني ملاحوراً مناطحنا حتى امسك حول العوان وقدت إلى اليلة وقدمت من صعادة وقدمت مننا للهجوم وقد وصلت الهاتف جديدان من جودا، نعمل جديدان من وجود جيدا و جديدنا جديد لأننا نحرك العربية الأمر و سوف نرى على دماء و سوف نرى ما نرى في حجزة و يشعر الناس و شعر شك فيه الأن 써� pentru اليوم هو أن أصبحت ذلك كстраًا كفركم صارعباً كي تصاب بالجنون ويتناقص الوقت سريعا حتى موعد انطلاق السباق زوارق ابو ظبي متحفز للسباق ومشاعر التشجيع نراها في مشهد التلاحم بين المتسابقين والجهاز الفني قبل التوجه نحو الماء قبل الاستفافة نرى اهتماما غير عادي بالدورة الاستعراضية والتي تسبق انطلاقة السباق الرئيسي زوارق الطليعة تحمل المستضيف المحلي وايضا ممثلي الاتحاد الدولي وعالم الامارات هو الاول في الدورة الاستعراضية كما تعودنا دوما اصطفت الزوارق بسرعة وبالشكل الذي انهت به سباق افضل زمن لحظات تحبس الانفاس ثم نجهد الانطلاقة القوية للسباق اشتركوا في القناة انطلاقة لم يكتب لها النجاح والتوفيق العلم الاحمر ارتفع لاعادة الانطلاق مجددا بعد تعطل احد الزوارق في الدورة الاولى قانون المسابقة يقضي بان يتم اعادة الانطلاق في حال حدوث اي عائق في الدورة الاولى اصطفت الزوارق مرة اخرى ومجددا الهدير القوي يعلن انطلاقة السباق القوية هذه المرة كانت انطلاقا ناجحا ومنذ البداية تصدر الجمز الصغير السباق التصميم واضح لدى المتسابق كي يعوض ما نزفه من نقاط في الجولات الماضية مرت دورات السباق بدون ان نشهد اي حدث مهم او تغيير جذري في المراكز ومع وصولنا للدورة الخامس والعشرين كان واضحا ان زورق ابو ظبي واحد قد احكم قبضته على الصدارة زورق ابو ظبي خمسة وثلاثين تقدم للمركز التاسع من خلال مجريات السباق سباق سريع لم نرى من خلاله اي علم اصفر او توقفات الجمز ثابت وبقوة في الصدارة وحتى الدورة الرابعة والاربعين وهي الدورة الختامية ارتفع العلم الشطرنجي وزفت مياه ريبادور الفوز الى فريق ابو ظبي عاد الجمز الصغير وبقوة للمنصة وسجل عشرين نقطة ضمنت له الانتقال في الترتيب العام من المركز الثامن الى المركز الثاني والوصافة برصيد تسعة وعشرين نقطة حل في المركز الثاني زورق البرتغالي خمسة واربعين دوارتي بنيفتي وادغراس ريباكو ثالثا بزورقه واحد واربعين نتائج السرعة هي ذاتها نتائج السباق الرئيسي زورق ابو ظبي خمسة وثلاثين اكتفى بالمركز الثامن في المنافسة الاحتفالية وزفة الفوز لفريق ابو ظبي وسائل الاعلام المختلفة صنعت حلقة كبيرة حول البطل الفائز واهتمام كبير بالبطل الشاب الذي حقق اللقب للمرة الاولى في المدينة وايضا عاد للمنافسة على اللقب الحمد لله خلصت السباق الاول من الانطلاق الاول لين لخير وعقب عادوا الانطلاق لان استواضن حادث فاضطروا يرفعون العالم من الاسفر وانطلاقت مرة ثانية وكنت عادة يعني مش مرتبك ولا مكان ولا ما في ولا شي الحمد لله خلصت السباق على خير وهذا اهم شي حين تقريبا هالجولة وباقي جولة ثانية ان شاء الله يمكن اقدر الحق على الثالث ولا الثاني فان شاء الله خير لقد كان جيد يبدو الله. أنا ستواهر لأن أدفع الجمع الصغير, ولكن عندما كان لديه جميع أدفع فقط أشدت على هذه النموصة. فهذا كانت مفتن. أدفع وضعي أنني ستواهت في السيئتمع الصغير ولم كان مستم بشأن في الأشب مفتع ولكن أنه يبدو جيد بأنني في الداخل كما يرغب في الثالث وعلى الثالث كما كانت أجتب بالنسبة في الثالث نعم، جيدًا جيدًا أحسنت معكم، أحسنت معكم أنا وراشد هذا السلوء كانت نقوم بأسكن من المفرمين خلق بشكل جيدًا وطاقة ابو دابيوه في المنزل قد نبغلو حتى الثالث لكن من الأشعال هذا السلوء أسعني لأسجل الوقت في إضغارة وعندما أستطيع أن أساعدهم أحاول أن أضع بعض المساعدة على راشيد لتعني أحاول أن أرى أنه يفعل مفتاح ولكن هذا هو هو المساعدة هو المساعدة و هو الآن الزوء البيان الزوء البيان الزوء البيان يمتلك المساعدة و هو راشيد ألغمزي أنعش الجمزي الصغير الآمال و عاد مجدداً للواجهة كي ينافس على لقب البطولة و يظل في قلب المنافسة الله يبارك حياتك الحمد لله أستطيع راشيد القمزي العودة إلى المنافسة بحصولها على المركز الأول مذنما ذكرنا سابقاً أنها الجولة كانت مفترغ الطرق أما العودة لمنافسة أو البتعاد فالحمد لله أسعدنا وسعد جمهور الإمارات باعتلال منصة و سمعنا اليوم النشيد الوطني يعزف على المنصة فهذا شيء إيجابي و أتوقع أن هذه بتكون نقدة العودة للمنافسة خلط فريق أبوظبي الأوراق وأعاد بريق الأمل للعيون الزورق الإماراتي خرج من مفترق طرق عصيب و جدد الفرصة الكبيرة بأن يحافظ على لقب البطولة زورق أبوظبي واحد وصل للنقطة 29 والمتصدر زورق ألبيرتو كامبراتو يمتلك 46 نقطة الموعد بأن يكون لفريق أبوظبي كلمة وللإمارات حضور عبر فريق الأحلام فريق أبوظبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر